هذا وواصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد جلسات النقاش حول الحوار الوطني في دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة وذلك لليوم الرابع على التوالي وعقد نأب عمر عزة حقاق وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاء جماهيريا مع عدد كبير من السيدات في بولاق الدكرور حول دعوة رئيس السيسي للحوار الوطني استمع نأب تنسيقية إلى الحضور ووجهة نظرهم في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري حاليا وتترقوا إلى أزمة ارتفاع الأسعار مطالبين بتوسيع دائرة مبادرات الحماية الاجتماعية للدولة كالتكافل وكرامة لتشمل عددا أكبر من المستحقين مع دراسة رفع قيمة المبلغ ليتوافق مع زيادة الأسعار الحالية فضلا عن الاستفادة من التأمين الصحي وتطوير منظومة التموين ترجمة نانسي قنقر